يا دكتور توفي ما الذي أرادوه هؤلاء المواقعون على عريضة هزلية دعنا نقول تدعو الاستعمار الفرنسي أن يعود مرة أخرى إلى باريس إلى لبنان يعني دعوة للعودة إلى الاستعمار بشكل واضح يعني يكفينا الاحتلال الإسرائيلي هم يطالبون باحتلال فرنسي جديد أعتقد أن أقل ما يمكن أن يقال في هذه الدعوة بأنها انحراف وطني حتى لا نقول أي شيء آخر وبالتالي انحراف عن الهوية الوطنية ألا تجد له مبابرا يا دكتور لا طبعا محاربة الفساد في لبنان شيء من منطلق وطني عام من منطلق تعزيز الهوية الوطنية اللبنانية ومن منطلق تعزيز الهوية الوطنية ببعدها العربي أيضا هذا شيء ودعوة الاستعمار شيء آخر أعتقد بإذنه هذا آخر ما كان يمكن أن يخطر على بال على بال أسطوري وعلى بال الخيال أيضا أن تتم أو أن تتم الدعوة إلى مثل هذا وبالتالي إعادة الاستعمار بطريقة أو بأخرى كل شعوب العالم كل الأحرار في العالم بس خليني تفضل لو سمع تفضل تدفع دماء وأرواحا من أجل ترضي الاستعمار في حين أن مجموعات تطالب بعودة الاستعمار أعود أو كرر بأن هذا انحراف وطني ربما يشبه الخيانة العظمى إن لم يكن الخيانة العظمى بأكملها ومجملها أيضا طيب اسمح لي دكتور توفيق في آراء ضمن عشرة آلاف من وقعوا يرون أن ربما في ذلك الخلاص من هم لا يستطيعون الخلاص منه هؤلاء الموقعون يقولون حضرتك نحن لا نعلم من يحكمنا في لبنان هؤلاء الموقعون يقولون حضرتك لا مسؤول يقوى على نزع سلاح حزب الله الذي ينادي الجميع بنزعه منذ سنوات حتى اليوم كلمة حزب الله كلمة أمين عام حزب الله ربما أزعجتهم كثيرا لم يقدم أحد في لبنان حلا فربما يأتي الحل على الهد الفرنسي يعني ننزع سلاح حزب الله ونأتي بسلاح فرنسي يعني ما كمان أنه المشكلة أعمق بكثير بهذا الأمر وأعتقد أنه حتى مسألة نزع حزب الله سلاحه أعتقد أنه يستد أن تكون خاضع على أليات حوار وطني على المستوى الوطني المشكلة أنه عندما أطالب بالقرار 15 ساعة وخمسين أدعو بطياته أيضا إلى استخدام قوات دولية وبالتالي أستعين بالخارج لأنزع سلاحا وطنيا بس دعني هنا سيدي أفترض بأنه تم نزع سلاح حزب الله طوعا أو قهرا أعود وأكرر لنفترض بأنه تم نزع حزب الله قهرا أو طوعا لنتخيل اليوم التالي ماذا يمكن أن يحدث عودة إلى ما قبل العام 1982 كل الدول القريبة والبعيدة سوف يكون لها منظمات مسلحة إذا اختلفت هذه الدولة مع الولايات المتحدة أو مع الصين أو مع فرنسا أو مع ألمانيا سوف يعمد فريقها المسلح إلى أطلاق صاروخ على إسرائيل فيما يأتي ألاف الصواريخ أو مئات الصواريخ بحب الأبنى عودة إلى مرحلة ما قبل 22 يا دكتور طوفيق عفوا هذه النقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر